تستمر حملة قسد على ريف ذهر الزور الشرقي بدعم التحالف الدولي في وقت يشتكي فيه الأهالي من أوضاع صعبة فرضتها الحملة حملة أطلقت عليها قسد اسم ردع الإرهاب وتقول إنها تستهدف عناصر وخلايا تنظيم الدولة في المنطقة بلدات الشحيل والرز والبصيرة هي محور هذه الحملة ما تسبب بمضاعفة الأوضاع الإنسانية الصعبة للأهالي فالمحال تجارية مغلقة لليوم الثالث على التوالي والكهرباء مقطوعة وحضر للتجوال تفرضه قسد وتسمح للأفراني بالعمل لساعتين فقط على أن يشتري الخبز النساء والأطفال دون الرجال بحسب ما نقل موقع جسر المختص بأخبار المنطقة الشرقية لم تخل الحملة من سرقة عناصر قسد للبيوت وتكسير أقفال المحال التجارية وتعفيشها بحسب الموقع الذي أكد أن قسد منعت إقامة صلاة الجمعة وبقية الصروات مع سماحها برفع الأدان فقط كما اعتقلت العشرات رواية قسد حول اعتقال العشرات جاءت على لسان المتحدث الرسمي باسمها جابريائيل كينو حين قال إن المعتقلين جميعهم من عناصر تنظيم الدولة تمكننا من إلقاء القبض على العشرات خلايا من بينهم أحد مسؤولي داعش أو مسؤول داعش مسؤول كبير في تنظيم داعش الأرهابي عملية قسد التي قالت إنها ضد خلايا نائمة لعناصر تنظيم الدولة تأتي بعد أيام على احتجاج أهل دير الزور على فرض قسد لمناهج تعليمية تخالف التقاليد والأعراف التي تربى عليها أهل المنطقة كما تخالف تعاليم الدين الإسلامي وتدعو للانحلال الأخلاقي وتصف عبدالله أجلان بالمعلم الأول